ليست المرة الأولى التي تتلعب فيها شركة فولزفاجن في اختبارات الانبعاثات الملوثة فعام 1973 تم تغريمها 120 ألف دولار السلطات المعنية في الولايات المتحدة قالت إن فولزفاجن هذه المرة قد تواجه غرامات مالية تتخطى 18 مليار دولار لانتهاكها قانون الهواء النظيف في سيارتها العاملة بديزل دون أن ننسى المليارات الأخرى التي ستتكبدها لتسوية القضايا المرفوعة ضدها من أصحاب السيارات أنفسهم أما سهم فولزفاجن الذي تراجع بأكثر من 30% خسر ثلثة قيمته في أسبوع أي 20 مليار يورو من القيمة السوقية تبخرت الشركة الألمانية قالت إنها خصصت 7 مليارات و300 مليون دولار من أموالها للمساعدة في حل هذه المشكلة فيما أعلنت تعيين ماتيا سمولر رئيس وحدة بورشا التابعة لها رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة عقب رحيل مارتين فينتركون الذي استقال بسبب الفضيحة أنا سأقوم بكل ما بوسعي لاستعادة ثقة عملائنا وشركائنا ومستثمرين والرأي العام ككل ومع موظفين 600 ألف سنخرج من أزمتنا أكثر قوة من قبل وسنعزز علامتنا التجارية وأسواقنا وسيتعين على الرئيس الجديد مراجعة استراتيجية مجموعة عملاقة باعت أكثر من عشرة ملايين سيارة في عام 2014 ويبلغ رقم أعمالها 222 مليار يورو الطرازات المعنية بالفضيحة تعمل بالديزل وتحديدا محرك EA 189 وتتعلق بنحو خمسة موديلات بينها جيتا وبيتل وغولف وباسات والبعض يرى أن موديلات أودي وسيات وسكودا معنية أيضا والمصنوعة معظمها بين عام 2009 و2014 وفي ردود الفعل على الفضيحة قال وزير النقل والمواصلات في ألمانيا إن تلاعب بولسفاجن باختبارات العوادم جرى أيضا في أوروبا وليس فقط في الولايات المتحدة فيما دعا الاتحاد الأوروبي للتحقيق فيما إذا كانت شركة أخرى لجأت لأساليب مماثلة في اختباراتها سويسرا من جهتها قالت إنها ستوقف بيع الطرازات المعنية في حين ستجري فرنسا وإيطاليا مزيدا من الاختبارات على سيارات الشركة الألمانية إسبانيا قالت إنها ستطلب من فولسفاجن أن تعيد لها مبالغ الدعم التي دفعتها عن أصحاب السيارات الصديقة للبيئة واللفت أن هولندا كانت راضية عن النتائج وسط هذه الفضيحة يتبخر هدف فولسفاجن بأن تصبح أكبر مصنع للسيارات في العالم ليس فقط بسبب الخسائر المادية وإنما الأهم السمعة التي تضررت بشدة ومن الصعب جدا استعادتها